Diagnosis of ALL تشخيص سرطان الدم اللنفاوي الحاد عادة ما يتضمن تشخيص سرطان الدم اللنفاوي الحاد وتحديد النوع الفرعي له سلسلة من الاختبارات. لذلك، فالتشخيص الدقيق للنوع الفرعي مهم جداً لأنه يساعد الطبيب في تقدير مدى تقدم المرض وتحديد العلاج المناسب. تتضمن الاختبارات والإجراءات المستخدمة لتشخيص سرطان الدم اللنفاوي الحاد ما يلي. اختبارات الدم يمكن أن توفر اختبارات الدم مثل تعداد الدم الكامل أول دليل على سرطان الدم اللنفاوي الحاد. وتظهر اختبارات الدم وجود كم من هائل من الخلايا غير الناضجة وتكون هذه الخلايا موجودة في نخاع العظم. وقد تكشف اختبارات الدم عن عدد كبير جداً من خلايا الدم البيضاء، وعدد غير كاف من خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية. يصنف الأطباء في المختبر خلايا الدم إلى أنواع محددة طقاً لحجمها وشكلها، وغيرها من الخصائص الجينية أو الجزائية. كما يبحثون أيضاً عن تغيرات معينة في الخلايا السرطانية لتحديد ما إذا كانت خلايا سرطان الدم بدأت في الخلايا اللنفاوية B أو T أو الخلايا اللنفاوية غير B وغير T. يمكن إجراء هذه الاختبارات عن طريق سحب عينة دم، وتستخدم هذه الاختبارات للتمييز بين سرطان الدم اللنفاوي الحاد، وأنواع أخرى من سرطان الدم، والتي يمكن أن تشمل أيضاً الخلايا اللنفاوية. ويعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات التي تؤكد الإصابة بمرض سرطان الدم اللنفاوي الحاد. قياس التدفق الخلوي والكيمياء الخلوية في هذه الاختبارات، يتم تطبيق المواد الكيميائية أو الأصباغ على خلايا سرطان الدم في المختبر، وتوفر هذه المواد الكيميائية والأصباغ معلومات حول سرطان الدم ونوعه الفرعي. يوفر هذا الفحص معلومات مفيدة حول أي ضرر محتمل للأعضاء بسبب خلايا سرطان الدم. الاختبارات الجينية والجزائية قد يوصي الطبيب باختبار خلايا سرطان الدم لجينات معينة، وبروتينات، وتغيرات في الكروموسوم، وعوامل أخرى فريدة من نوعها لسرطان الدم. ويمكن أن تحدد نتائج الاختبارات الجينية والجزائية مدى سرعة تقدم المرض، ويمكن أن تساعد في تحديد خيارات العلاج. فحص نخاع العظم يتم أخذ خزعة من نخاع العظام، وتستخدم إبرة لأخذ عينة من نخاع العظم من عظم الفخذ أو عظم الصدر، وترسل العينة إلى المختبر للكشف عن خلايا بيضاد الدم. اختبارات التصوير قد تساعد اختبارات التصوير مثل الفحص بـ الأشعة السينية X-ray، وذلك باستخدام كمية صغيرة من الإشعاع، قد يظهر ما إذا كان سرطان الدم ينمو في العقد اللنفاوية في الصدر أم لا. وهذه الأشعة يتم استخدامها أحياناً قبل العلاج للعثور على جميع أجزاء الجسم المتأثرة بـ ALL. أو استخدام التصوير المقطعي المحاوسب CT-scan أو الفحص بالموجات فوق الصوتية في تشخيص سرطان الدم وتحديد ما إذا انتشر السرطان إلى المخ والحبل الشوكي أو أجزاء أخرى من الجسم. اختبار السائل الشوكي يمكن استخدام اختبار البذل القطني والذي يطلق عليه أيضاً البذل الشوكي لجمع عينة من السائل الشوكي. وهو السائل الذي يحيط بالمخ والحبل الشوكي. وتختبر هذه العينة لمعرفة ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى السائل الشوكي أم لا.